الراديو تسعين تسعين هواها مصري. الاسماعيلي قصته مختلفة. الاسماعيلي حكاية وحكاية. الاسماعيلي عيب قوي والله العظيم. عيب 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 عم بص على جدول الدورة بص لقى الاسماعيلي في المركز الستاشر مع تلتاشر نقطة. النادي الاسماعيلي خسران ستة مطشاط. يعني اه محدش بقى يزعل من الكلام اللي هقوله. انا دوري كمجلس ادارة ايه? دوري كمجلس ادارة ايه? دوري ان انا دعم. خلاص? جانب استثماري اه مش حغلت نفسي. هلما اجيلي عروض مع اللاعيبة اه ابيعها ولا ما بيعهاش? هنا بقى هنا بقى الادارة النجحة. بتبتدي تتصرف فيقولك انا عندي عدد خمس لعيبة مميزين هيمشوا من الفرقة. الخمس دول هيعملولي ساي ساي مسلا ستين سبعين تمانين ميت مليون جنيه مدخلات للنادي. انا وانا ببيع دول بقولهم معلش انا اسف انا مش هبيع الناس دي غير لما اجيب بديل. اكون خلصت مع البديل. اتعقدت مع اللاعيب اللي زيه. على نفس دركته. انا ممشي سوبر. انا جبته صبرت عليه طلعته سوبر. خرجت لعيب من عندي هنا سوبر. فانا محتاج اجيب لعيب شبه. جبت لعيب شبه موجود في الدور المصري ماشي جبت لعيب وهشتغل عليه اه بشكل معين وبقى واثق فيه ماشي. لكن فكرة ان انا خش الموسم والانتقالات زي ما دخلت زي ما خرجت. وساب بقى ايه اللاعيبة المرعبة اللي عندي ساب ابراهيم حسن على بهاء على بهاء مجدي على 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 اسمه ايه ده على محمد عواد على 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 طب ما انا لازم امضارب غطس من اللي هو ده غطس من ابو ماركس 16. ما انا ما عوضتش. فازاي هشتغل خطأ اداري جسيم جدا جدا جدا. من الممكن تداروكو? اه من الممكن تداروكو. ازاي بقى? فترة الانتقالات اللي جاية ديت. الزمالك الاسماعيل يلبس حزام ناسف وهو دخلها. بكلمكم بقى امانة شديدة. يعني انا لو موجود في مجلس الادارة ده هعمل حاجة واحدة بس. مش حاجتي. مجلس الادارة ده كله هقوم باني كل خطيتي واستراتيجيتي خلال الانتقالات الجاية ديت. الانتقالات الشتوية ان انا اشتغل على لعيبة باي طريقة باي طريقة اعمل فترة انتقالات قوية. ازبط بيها الميزان انما مش هاخد بيها بطولة. ازبط بيها الميزان انما مش هروح في المربع الزهبي بالشكل ده. ليه بقى قولك الكلام ده? لانه الاسماعيلي بالشكل ده كده ممكن يقع. ممكن ينزل. اه ما باستبعدش انا ما تستبعدش. ليه هو ليه ما اخدش بطولة وليه ما اعملش وليه ما سويش طبعا الفقدان كتير اللي انا فقدته كتير دي الحاجة التانية. انه مش دايما كوالتي اللعيب بتاع فترة الانتقالات الشتوية بيبقى اللعيب اللي هو السوبر اللي هو نمبر وان يعني. هتلاقيه اللعيب كان في يوم من الايام كده تراجع ما بقاش ياخد فرصته مع فرقته موجودة على الدكة كتير. حاجات شبه كده هتحتاج تشتغل عليه بس هو الماتيريال بتاعه كويس. هتلاقي حاجات كده. هتلاقي مش مش انت مش مش هتلاقي الفارز الاول اللي انت بتدهر عليه في النادي الاسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية. او انت هتخش زي ما بقول لحضرتك داخلت انك ميت وانهم لميتون فانت داخل في لعيب سوبرستار ابن لازينة جنية هتقوم داخل دافع فيه وفاكك شرط الجزائي بتاعه انت هو ده اللي حينقزني. فانا لو من مجلس دارة النادي الاسماعيلي في الوقت ده. قلبس حزام ناسف وانا داخل فترة اللي انتقالات الشتوية. انا جبت لعيبة كان بها ونعمة. لعيبة لعيبة كان بها ونعمة. ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا مش قادر يا جماعة اكمل بالشكل ده. وانا معترف بخطأي. وانا مش هقدر اكمل. ادي فرصة لحد يعرف يديرها. لكن طالما بالشكل ده يبقى احنا كده بنتكلم عن اه خطأ اه كبير جدا جدا. اه في مجلس ادارة النادي الاسماعيلي. وبالتالي هتشوفوا ان اللعيبة حتى كمان هتخسر روحها في النهاية تبقى موجودة.